اهلا بحضراتكم في هذه التغطية هنتكلم فيها عن احدث طرق العبور من بوابات التذاكر لركوب مترو الانفاق وده هيكون عن طريق المحفظة النقدية للمترو واللي هيبعدك فعلا عن الطوابير الطويلة على شباك التذاكر للعبور الى المترو او الوقوف على الشباك تنتظر فك الفلوس من الموظف وده طبعا لان وقت الضروة في المترو بيكون في زحمة الحقيقة ان شبكة مترو الانفاق بتخدم المناطق اللي فيها كثافة سكانية حيث تنقل خطوط المترو حاليا حوالي اثنين مليون راكب وبتوصل الى حوالي سبعة ملايين راكب في اليوم باستكمال باقي الشبكة المكونة من خمس خطوط باطوال حوالي مئة وتمانين كيلو متر داخل القاهرة القبرى خلينا اقول لحضراتكم ان الناس كتير بتركب المترو وفي طرق كتير للعبور من بوابات التذاكر وهي اما بالمرور بتذكرة او باشتراك او الجديد دلوقتي المحفظة النقدية وهي الطريقة الاحدث للمرور من بوابات التذاكر في مترو الانفاق تعالوا في البداية نعرف ايه هي المحفظة النقدية هي عبارة عن كارت ذكي يتم شحنه من محطات المترو برصيد يبدأ من 10 جنيهات الى 400 جنيه ويتم خصم قيمة التذكرة كل مرة تستخدم فيها المترو ودي كده هتوفر الكتير على المواطن وعلى ادارة تشغيل المترو يعني هتوفر الجهد والوقت للراكب بدلا من الوقوف لقطع التذاكر في كل مرة كمان المحفظة الذكية بتوفر على ادارة المترو الوقت والجهد على موظفي قطع التذاكر علاوة على تكلفة طباعة التذكرة بالاضافة الى تخفيف الزحام على شباك التذاكر اوقات الضروع تعالوا نعرف ازاي نقدر نستخرج كارت المحفظة النقدية من مكاتب الاشتراكات بمحطات المترو تسهيلا على المواطنين هتقدر تستخرج كارت المحفظة النقدية بدون بيانات او صورة الراكب وده طبعا على عكس الاشتراك الكارت الذكي بيسمح لحامله باستخدام المترو بدون بيانات يمكن استخدامه لأكتر من شخص كما يتم شحنه من محطات المترو وسعر الكارت بـ 25 جنيه لأول مرة وايضا استعمال الكارت غير مرتبط بمدة محددة ويمكن شحن نفس الكارت لعدة مرات في حالة عدم تلف الكارت يعني حاول تحافظ على الكارت كمان يمكن شراء الكارت المشحون من جميع محطات المترو بخطوطه الثلاث أما في حالة فقدان الكارت يتم الإبلاغ بمحطات المترو فيتم وقف الكارت وإضافة الرصيد على الكارت الجديد ويستخدم الكارت على كل خطوط المترو الجميل أنه من المقرر أن يتم التوسع في استخدام الكارت في عدد آخر من وسائل النقل مثل السكك الحديدية والقطار الكهربائي مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم